أنا مش عارف أعمل إيه خالص أنا زهقان قوي قوي طيب أنا جات لي فكرة حلوة قوي أنا بحب الرسم أنا هجب كده الألوان بتاعتي جميلة وأقعد أرسم كده على الحيط الحلوة اللي هناك دي شغبت شغبت لغبت لغبت مسك الألوان ورسمها على الحيط يا سلام رسمتي حلوة قوي أرسم رسمة كمان جميلة زيها شغبت شغبت لغبت لغبت يا سلام رسمتي حلوة قوي يا نهر أبيض دي مش ردي تطلع خالص من على الحيط أستخب بسرعة من ماما اللي أحسن تعرف وتزعق لي كمان يا سمبا يا سمبا أنت فين يلا تعالى علشان تجيب لي شوية حاجات من السوبر ماركت إيه ده؟ إيه اللي على الحيطة ده؟ يا نهر أبيض عرفتي مين طبعا سمبا مستخب مني لا مش هتشوق مجوس عمسكك يا سمبا دلوقتي لازم أنت تعاقب ينهر أبيض عن نرفاز اللي أنا فيها سمبا يا سمبا أم يا سمبا أم فوق كده إيه إيه ماما أنت عايزني ولا إيه؟ يا سلام يعني أنت مش عارف أنا عايزك في إيه أستاذ سمبا لا لا يا ماما مش عارف مش عارف لا أنت عارف يا سمبا الشغبطة اللي أنت شغبطها برا على الحيطة دي يلا تفضى لأخرج نظفها طب يا ماما أنام شوية وبعد كده أبقى نظفها لا يا سمبا ما فيش الكلام ده هتخرج دلوقتي حالا تنظفها وتنظفها حلو كمان وكمان متعاقب وما فيش مصروف عشان الشغبطة اللي أنت عملتها دي عشان أنا قلت مليون مرة اللي عايز يرسم يرسم يا سمبا في القلب الكشكول أنا آسف قوي يا ماما آسف طب يلا يا سمبا تفضل دلوقتي حالا نظفها حاضر حاضر يا ماما يا نهر أبيض أنا اللي جبت ده كل نفسي يا ماما يا ماما نعم يا أساس سمبا بصي أنا خلتلك الحيطة حلوة خلصة هي بصي إزاي ماشي تمام حلوة ماشي يا سمبا يلا اتفضل الحاجة دي رح أتهاني من الصوبة وماركت كتبها لك كل الطلبات هنا حاضر يا ماما حاضر ماشي حاضر هروح أجيبه لك على طول ماشي قدني مستنياك أهو يا سلام أنا زهقت قوي من اللعبة بتاعت دي اللعبة بتاعت دي بوحشة قوي وكل يوم ألعب بيها ايه ده يا ماما مش هدتجيب لي لعبة لي أنا عرفتها مش هدتجيب لي لعبة لي عشان أنا مش بكسرها أنا بقى هكسر اللعبة بتاعت دلوقتي عشان ماما تجيب لي واحدة جديدة يلا خذي في دمائق يلا كسرتها أحسن أعمل بقى نفسي اللي هي وقت مني غصبا عني يا ماما يا ماما يا ماما الحقيقي يا ماما ايه والي يا أردن ما لك الحقيقة يا ماما بصي اللعبة بتاعت تكسرت يزاي أنا زعلت قوي قوي يا ماما تكسرت برضو يا أردن ولا أنت اللي كسرتها سيخلك أنت اللي كسرتها لا لا يا ماما ده اللي وعيت لوحدها بالكسر في حاجة بتوع لوحدها يا أردون انت اللي ما بتحفص على لعبك ولا على حاجتك انا خلاص تعبت منك قوي يا أردون لا لا يا ماما صدقين هي اللي كسرت لوحدها يا سلام يا أخويا طيب ماشي انا ماشية مش هجيبيني لعبة ولا ايه لعبة ايه يا حبيبي ايه حوش انت وهتمن مصروفك لعبة انا مش اجيب لعبة تاني انا كل ما اجيب لك لعبة تزهق منها كمان يومن وبتكسرها يا نور اميان ايه ده وانا مش هلعب بلعب ولا ايه يعني اللعبة دي انا كسرتها وكمان ماما مش هجيب لي لعبة اه 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 انا اللي عملت ده كل في نفسي يا خسارة ماما ايه ماما اتفضلي انا جبتلك الحاجات من السوبر ماركت اهيه شاطر يا سيم برافو عليك طب انت عايزة بقى مني اي حاجة تاني ايه طبعا يا سيم بقى عزك تزاك عايزة العب شوية على الموبايل يا ماما عايز اخد تليفونك والعب جم من كده عليه يا سلام والمذاكرة بقى دي من اللي هيذكرها يا ماما بقى لا ذكرت كتير عشان خطر يا ماما عشان خطر عشان خطر يا ماما جم واحد بس لا يا سيم با انت قلتلي كده وما ذكرتش انت ما عملتش حاجة خالص النهاردة نمت وصحيت وقعدت تلعب وكمان بهدلتلي الدنيا وفي الاخر ما بتذكرش يا سيم با طيب يا ماما خلاص ماشي ماشي خلاص ماشي يا ماما ماشيت ايه اخليها بقى ايه ما هي ماشى كده واخد موبايلها كده بالروحة وافتحه والعب عليه ايه اللي هيحصل يعني ايوان الموبايل هناك هو اخده بقى كده واروح بسرعة عشان العب عليك براحتي يا سلام ام ايه ده الموبايل مش هضي تفتح ليه احاول ليه كتب كده اي باسور مش بيفتح اجرب واحدة تانية برضو ما فتحش يوه اجرب كتير كتير لغة بما يفتح هعمل ايه يعني ايه ده هو مالشش ابتع باسودت كده ليه يا نهار ابيض ده انا شكر بواصته من كتر الباسورد الكتير اللي انا عادت اكتبه فيه يا نهار ابيض اه رح يحطه بسرعة مكانه بدر ما امه تشوفني يا سامبا ما شفتش تليفوني اه 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 يا ماما اه انا لقيته هنا ازاي يعني دخل قطك لوحده ولا ايه ام مش عارف مش عارف طب ورهوني كده يا نهار ابيض ايه اللي حقصل في التليفون ده يا سامبا ام اصدنا يا ماما جاي افتحه كده ام عمل كده يا سلام تفتحه ازاي هو قصة محتوط له باسورد ايوا يا ماما اصدنا انا حاولت اكتب الباسورد كم مرة كده فلقيته قفل خالص الله يسمحك يا سامبا ماشي يا سامبا انت ممنوع منك الموبايل خالص مش تاخد تليفوني تاني ابدا ابدا عشان انت بوسته وانا بقى اروح اشوف اصلحه فين ولا عمل في اي حتة انا ياسف اوي يا ماما ده يا حبيبي اسف دي مش ببلاش التصليح التليفون ده هتخسر من مصروفك مش هتاخد مصروفك لما جمع حق التليفون ده اللي يصلح بيه اسف اوي يا ماما ده عقب شديد اوي ايوه شديد عشان ما تعملهاش تاني اه 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 ياريتني سمعتك لماما ياريتني سمعتك لمها ماشي يا سامبا خليك بقى انت قاعد هنا عبا المنا وارح اصلح التليفون حاضر يا ماما حاضر ايوا يا فلافيلو اي انت ايوا يا فلافيلو ايوه يا ماما يا علي يا حبيبي يلا عشان تشن معاي شننت التقيلة دي لحسن مش قادرة خانس جاية من السوق رجلية بتوجعني يالا يا حبيبي يا فلافيلو ماشي يا ماما هلعب بس الجيم دهوب لحسن لو انا سبت اللعبة هخسر يا ماما يردكو يعني ابنك يخسر في الجيم يالا بقولك رجل بتوجعني رجل بتوجعني يا فلافيلو اوه مش قادرة تعالا يالا يا حبيبي يا ماما بقولك بقى اسبيني الجيم هيخلص مني استني خمس دقايق بالظبط وهجيل يعني انا هفضل وقفة الخمس دقايق دونت يا حبيبي طب خلاص يا فلافيل ومش عايزة منك حاجة انا اشيل انا الحاجة بنفسي يلا خليك انت انت كده على طول ما بتسمعش كنامي وبتسيبني اعمل كل حاجة الواحدة اه يا انا اه يا رجلي اه يلحقني يا فلافيل وقعت يلحقني ينه ربي يد ماما ايه اللي حصل لك يا ماما اديني وقعت يا خون جيت اشيل الحاجة كلها اديني وقعت اهو على رجلي اه يا رجلي اه مش قادرة مش قادرة يلحقني وانديني المستشفى على طول حاضر حاضر يا ماما انا هوتك انه الدكتور بصرع انا اسف قوي يا ماما يلحن يلحن يا دكتور يلحني شوف ماما مالها وماما واعت على رجليها يا مهر قبل دم وفلافيلو انت ريبلك قوعت عليها ازاي دي انا اقول لك يا دكتور انا مسميتش كلامها هي كتعايزيني عشان اشيل معها الشنط والحاجة وانا الصراحة كنت بنعب بالجيم ومرضت شاجي رحت هي الحاجة تقيلة عليها اتزحلها اتوعد يا نهرب يا دي يا فلافيلو كده ينفع كده ينفع ان انت ما تساعدش ماما ماما دي لازم ان احنا نساعدها كلنا انت مش عارف امنة مامتك ولا اي يا فلافيلو انا زعلان منك اوي اوي انا عارف يا دكتور انا اسف انا كنت غلطان اوي والله يا ماما هساعدك بعد كده ومش هعمل كده تاني خالص خالص بس انت خيفي خلاص يا فلافيلو يا كده ماما رسيتا المراضي انا هكتب لمامتك كده على كريم ومرهم تدعاكو في الجريها واتبقى كويسة خالص خالص مش يا دكتور وانا مش هخليها تعمل اي حاجة خالص مش هتعبك خالص خالص يا ماما معايا ده انا اللي هعمل لك الاكل وكمان هخسلك الموعين وهرتب لك الشقة ونضفها لك وخليها لك جميلة اوي يا ماما شاطر شاطر يا فلافيلو برافو عليك واصحابنا الحلوين لازم ان يسمع الكلام مامتهم ما يتعبهاش خالص وكمان ما يبقوش قشقية ويقولوا حاضروا نعم لماما عشان ماما بتحبهم اوي اوي وانتو يا اصحابي ما تنسوش تشتركوا بحوادث خوخة وكمان تدوسوا الزر اللايك اللي اصبوع الفوق عشان يوصل لكوا كل الحوادث الجديدة مع السلامة باي باي